نبدأ بتغريدة الزميلة الإعلامية في صلى الميطاوي يقول كم شرجال فقط حضرت جنازة المجاهدة في طوماوزقان اليوم في الجزائر العاصمة أين منظمة المجاهدين أين الاعتراف بالجميل أين وزير المجاهدين أم أن الجنائز أصبحت كذلك بالوجوه نعم كارثة حقيقية صورة كاريكاتورية أقل ما يقال عنها أنها إهانة للمجاهدين لما شفنا الجنازة المجاهدة البطلة الراحلة فاطمة وزقان وكانت جريدة نهر كانت نقلت في صفحة عيون وأدان تساؤل عن غياب مسؤولين عن جنازة هذه البطلة المجاهدة فاطمة وزقان هل أصبحت كذلك الجنائز لها الوجوه وهل حقيقة دخلنا في ما يسمى دبلوماسية الجنائز نروحوا بالمعرفة ونحضروا بالمعرفة ولما يكونوا مسؤولين يروحوا ولما ما يكونوا مش مسؤولين واحد ما يروح نتوقفوا عند هذا الحد في هذا الأمر هذا خديجة بن قلنا قالت متى يفرج عن جماجم الثوار الجزائريين المحتجزة في متحب لام الفرنسي في سرديق موذيلا ولماذا يحتجز المتحب 1800 جمجمة منها عدد لا يستهان به من رؤوس الجزائر نتمنى إن شاء الله هذا الجماجم تولي في أقرب وقت إلى بلاد الشهداء مشاهدين الكرام نروحوا إلى